بحضور رئيس الوزراء رامي الحمدل أطلقت وزارة الثقافة فعاليات جوم الثقافة الوطني والتي تستمر حتى الـ 31 من هذا الشهر رئيس الوزراء أكد أن الثقافة الوطنية مرتبطة بالوطن وأن فلسطين بحاجة إلى فتح الفضاء أمام صناع الإبداع والانفتاح على الثقافات الأخرى وهو ما عززه بالإعلان عن رفع مرتقب لموازنة وزارة الثقافة لقد صانت ثقافتنا الوطنية الهوية الفلسطينية وحملتها من بين منافع التشرد وحطام النكبة واللجوء إلى ساحة المقاومة والثورة والكفاح وهي اليوم رافعة للحراك السياسي الذي يقوده فقامة الرئيس الأخ محمود عباس لحجد الرئي العام الدولي الشعبي والرسمي لنصرة شعبنا وإنها عقود متصلة من القهر والظلم والعدوان ووضع حجر الأساسي للمستقبل والدولة وإن تتزاحم أولويات عملنا فإننا يا دكتور إيهاب لن نجحف بقطاع الثقافة لدعم تطوره في الكدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وإن شاء راح نزيد الموازن قريبا ففي ذكر ميلاد سيد الكلمة محمود درويش أعلن وزير الثقافة إيهاب بسيسو الفنانة الفلسطينية ريم بنا شخصية فلسطين الثقافية للعام 2016 لنمثله تكريسها للفن التراثي من مساهمة في نشر اسم فلسطين إلى العالم لكل ما تمثله من معاني وقيم لكل ما نستطيع أن نراه في هذه الأعمال من ثبات ومن حياة ومن إصرار على الذهاب إلى الغد بخطى واثقة لهذا أتشرف اليوم بإعلان شخصية العام الثقافية للعام 2016 الفنانة القديرة ريم بنا بنا رأت في تكريمها أنه لفلسطين وشهدائها وأسرها ولاجئها بالنسبة له هذا التكريم هو لفلسطين التاريخية هو لكل الأسر والمعتقلين لروح الشهداء لكل اللاجئين اللي منستنع أن يرجعوا لفلسطين بلدهم صوت ريم وإن بدأ خافتا اليوم فإن ضجيج أغانيها يملأ المكان تلفزيون فلسطين مالك اسباح رام الله